موسيقى أعزائي من الجهة الجنوبية لمدينة أرشليم القدس من واصل دراستنا في هذه الحلقة عن بعض النظريات الفاسدة التي تنكر القيامة قبل ما أبتدي أنا موجود من الجهة الجنوبية تستطيع أن ترى القدس القديمة مع جناح الهيكل وادي قدرون وأيضا الجبل اللي وراي هو جبل الزيتون مكان صعود يسوع المسيح إلى السماء للأسف الشديد فيه هجوم شديد على صلب المسيح وقيامة يسوع المسيح من بداية الرسالة المسيحية كان فيه مقاومة ابتدأت من رؤساء اليهود في أيام المسيح ثم استمر إلى أيام نيرون الإمبراطور شن حرب شرسة ضد المسيحيين وفي أيام بعض الأباطرة الرومان كان فيه طبعا حرب شديدة ضد كنيسة المسيح كانوا بيقتلوا بيتهدوا يطعموهم إلى الوحوش وطبعا بيتسلوا عليهم بالألعاب هذا كله لسبب أنهم يؤمنون بيسوع المسيح يؤمنون بصلبه وقيامته أيضا أول طبعا نظرية طلعت اللي كانت طبعا على طول في اليوم الثالث بعد قيامة يسوع المسيح الحراس كانوا مذعورين من الزلزلة ومن دحرجة الحجر الكبير وذهبوا وأخبروا رؤساء الكهنة قالوا رؤساء الكهنة للحراس قولوا أن تلميذ أخذوا ليلا صرقوا ليلا ونحن نيام طبعا الأمر متناقض جدا كيف يعرفون أن التلميذ اللي أخذوا طالما هم نيام ثم السؤال الثاني لماذا لا يستيقظون ولسيما الحجر ضخم جدا واضح أن كل هذه التناقضات لا تفي أي شيء في هذا الموضوع فإذن في سؤالين لهذا الموضوع صرقة الجسد ما هو الدافع؟ شو الدافع اللي التلميذ يصرقوا الجسد؟ السؤال الثاني هل فعلا لديهم القدرة أن يصرقوا هذا الجسد؟ ونحن نعرف أن التلميذ هربوا كانوا مذعورين وكانوا خائفين فكيف يتسللون في الليل أمام الحرس الروماني؟ وكيف يدحرجون الحجر اللي عليه الختم الروماني؟ وكيف يأخذوا جسد يسوع المسيح في هذه البساطة؟ ولماذا يفعلون هذا؟ هل كانت لديهم القدرة؟ ونحن نعرف في العادات اليهودية شيء مهم جدا عدم انتهاك حرمة الموتى؟ يعني هذا غير معهود في العادات القديمة أنه يأخذوا يسرقوا جسد أو يشوهوا جسد موجود في داخل قبر لأنه إكرام المية دفنوا بحسب العادات الشرقية القديمة ثم كيف يسرقون الجسد؟ ماذا عن الكفن؟ ماذا عن اللفائف اللي كانت بتربط يسوع كل الجسد؟ وماذا عن الحرس مثل ما ذكرت؟ وهذا مستحيل لأنه الجسد انسل وشافوا الكتان واللفائف مثل ما هي؟ والمنديل موضوعة جانبا فطبعا استحالة أنه يسرقوا الجسد اشتركوا في القناة